هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا له أعمالهم فهم يعمهون هدى الذين يقيمون العداد في الآخرة هم لخسرون وإن كانت لقى القرآن من لدن حكيم عظيم إذ قال موسى لأهله إني آنسنا سآتيكم منها بخبر سآتيكم منها بخبر وآتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن برك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رأيها تهتزك أنها جاء لا عنه والمددد ولا مددد ولا مددد ولا مدد يا موسى لا تغفر لا يقيمون إلا يوقفن بعد سنوات وليس 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 اشتركوا في القناة ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أشر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدى هدى أم كان من الغائبين وقال ما لي لولا ألبحنه أو لياتين بسلطان مبين فمكث غير بعيد وقال أحبت بما لم تحط به وجئتك من سبئ بنبئ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل ومن hackers يتدون أن الله يسجدوا وجد لله الذي تواجه السماوية ولا أرض ويعلم ما يخabadن وجد ثم قال رحيها لا تيسيم لا نوع من الذي أجده هو س donor س PRACE أحب الله اكبر الله من الكاذبين الهب ماذا يرجعون قالوا نحن ولو قوة ونمر إليك فانظري ماذا تامرين الله أكبر الله أكبر سمع الله ربنا ولك الحم الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يودين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضاجين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدنني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون إرجع عليهم فلنتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ ويكم ياتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقم من مقامك وإني عليه لقوي نمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رأاه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلو لي أشكو أمكفر ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون لإنها كانت من قوم كافرين إلا لها دخل الصرح فلما رأته حسبته نجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صح ممرد من قواليل قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاه صلح لنعبد الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لو لا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه مشهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون انظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بولتهم خوية بما ظلموا إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون وأنجل الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطن ذو قال لقومه أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها ولوطن ذو قال لقومه أتاتون الفاحشة وأنتم تبصرون أينكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بلنتم قوم تجهلون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حد ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الظالمين فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لط من قريتكم إنه أناس يتطهرون فأنجيناه أهله إلا امرأتهم قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطرا قل الحمد لله وسلام على عبره وسلام على عبره الذين اصطفى آل الله خير لما تشركون أمن خلق السماوات ولضو أنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أهله إلا هم مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل لقرارا وجعل خلالها أنهارا وجعلها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا أهله إلا هم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أهله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البذر والبعر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته أهله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء ولو أهله مع الله أهله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات ونرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك عمهم في ناخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نقو آمن 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 كنه فضل على الناس ولكن أكثرون وإن ربك ليعلم ما تركهم وما يعلنون وما من غائبة ماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسراء الذي هم فيه يختلفون وإنه لهو رحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق الدين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله أكبر الله أكبر سميع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين وإذا وقع القول عليهم أخرج لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا من من يكذب بآياتنا فهم يزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلم فهم لا ينطقون ألم يروا الناج عن الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلى من شاء الله وكل ما تنه داخلين وترى الجبال تحسنها جامدة وهي تمر من والسحاب صنع الله الذي أطنى كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ ناملون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل قلزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها ولن قلوا شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأنتم والقرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغفل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين نتل عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في مرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستعج نساءهم إنهم كان من المفسدين ونريد أن نمنع للذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أهمة ونجعلهم الوارئين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وأمان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن رعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رده إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خطئين وقال تمرات فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا كادت لتبذي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصبت به عن جنوب وهنا يشعرون الله أكبر سمع الله لمن حميد ربنا ولك الحم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم